في هذا الفيديو سنتعرف على أشكال أخرى لتحويلات لورينتز حتى يكون لديكم القدرة على تصور هذه التحويلات وتوقع نتائجها قد ترونها مكتوبة بطريقة مختلفة في بعض الكتب التي تتناول موضوع هذه التحويلات سأستخدم نفس سيناريو الفيديوهات السابقة كان هناك رائد فضاء اسمه سلطان يجول في الفضاء وكان عند نقطة الأصل في مناطي إسناده ونرمز لمناطي إسناده بـ وقع حدث ما في الزمكان وكانت إحداثياته بالنسبة إلى سلطان هي X.CT تحويلات لورينتز تعطي إحداثيات النقطة نفسها لكن بالنسبة إلى مناطي إسناد آخر مختلف وهو مناطي إسناد منار في هذه الحالة نرمز لإطار منار بـ S شرطة إحداثيات هذا الحدث أو هذه النقطة بالنسبة إلى مناطي إسناد منار هي X شرطة فاصلة CT شرطة سأكتب تحويلات لورينتز كما في الفيديو السابق إيجاد قيمة تحويل لورينتز حتى تتمكنوا من التعرف على صوره الأخرى المختلفة لإيجاد X شرطة استخدمتم التحويل التالي X شرطة يساوي معامل لورينتز ضرب X ناقص بيتا ضرب CT قلنا أيضاً أن معامل لورينتز يساوي 1 على الجذر التربيعي لـ 1 ناقص B تربيع على C تربيع ويمكنكم أن تكتبوه في صورة 1 على الجذر التربيعي لـ 1 ناقص بيتا تربيع حيث بيتا يساوي V على C تعتمد قيمة X شرطة على معامل لورينتز الذي يعتمد في دوره على قيمة V أما باقي المعادلة فتعتمد على قيمة X و CT ولإيجاد قيمة CT شرطة استخدمتم التحويل التالي CT شرطة يساوي معامل لورينتز ضرب CT ناقص بيتا ضرب X وهذه أبسط صورة لكتابة تحويلات لورينتز بسبب التشابه الملحوظ بين المعادلتين X شرطة يساوي X ناقص بيتا ضرب CT أما CT شرطة فيساوي CT ناقص بيتا ضرب X وفي الحالتين تضربون الناتج في معامل لورينتز قد تكتب تحويلات لورينتز بشكل مختلف في كتبكم المدرسية دعونا نأخذ صورة من هذه الصور التي تكتب فيها تحويلات لورينتز كما تعلمون بيتا يساوي V على C هنا أيضا V على C في هذا القوس اختصروا C مع C والناتج النهائي هو X شرطة يساوي معامل لورينتز قاما ضرب X ناقص VT ربما تلاحظون أنكم إذا تجاهلتم قاما أو إذا كانت قيمة قاما واحد تجدون أن هذا هو نفسه تحويل غاليليو فقد كان هذا هو الافتراض السائد حسب المنظور النيوتيني الفرق هنا هو أن القيمة مضروبة بمعامل لورينتز وكما قلنا يتأثر معامل لورينتز بتغير قيمة V فكلما كانت قيمة V أقل بكثير من سرعة الضوء تكون قيمة معامل لورينتز قريبة جدا من واحد وهذا هو السبب الذي يجعل تحويل غاليليو فعالا عند التعامل مع السرعات البسيطة التي نتعامل معها في حياتنا اليومية ولكن إن اقتربت V من سرعة الضوء تتضاعف قيمة معامل لورينتز بشكل كبير وتحصلون على قيمة مختلفة كثيرا عن قيمة تحويل غاليليو حسناً انتقلوا الآن إلى معادلة CT شرطة سنحاول كتابة المعادلة بدلالة الزمن T شرطة لذلك اقسموا طرفي المعادلة على C تقسيم C تقسيم C تقسيم C اختصروا C مع C هنا وهنا أيضاً تصبح المعادلة T شرطة يساوي معامل لورينتز ضرب T ناقص V ضرب X تقسيم C مرتين أي C تربية إذن ناقص V ضرب X على C تربية هاتان الصورتان لمعامل لورينتز هما الأكثر استخداماً وشيوعاً لكن المشكلة هي أنكم لن تتمكنوا من رؤية التشابه الذي حصلتم عليه في الصورة الأولى في الفيديو السابق مما يجعل هذه الصورة أصعب للحب ماذا يحدث إذا كان مقدار V ضئيل جداً مقارنة بسرعة الضوء؟ أولاً يصبح معامل لورينتز قريباً جداً من واحد ويصبح هذا الحد قريباً جداً من الصفر أي إذا كانت V أقل بكثير من C يصبح T شرطة تقريباً يساوي T لأن معامل لورينتز يصبح قريباً جداً من الواحد وهذا الحد يصبح قريباً جداً من الصفر والأمر نفسه ينطبق على هذه المعادلة فإذا كانت V أقل بكثير من C يصبح معامل لورينتز قريباً جداً من الواحد ويكون X شرطة تقريباً يساوي X ناقص VT لهذا السبب يمكنكم استعمال تحويل جاليليو عندما تكون V أقل بكثير من سرعة الضوء هناك الكثير من الأمثلة على سرعات أقل بكثير من سرعة الضوء سرعة رصاصة مثلاً أو سرعة مكوك فضائي جميعها لا تقارن بسرعة الضوء والتي تصل إلى 3 ضرب 10 أس 8 متر لكل ثانية حاولوا الآن أن تتلاعبوا بقيمة V وتحلوا مسائل على السرعات المنخفضة التي تحدثنا عنها ثم لاحظوا كيف تتأثر قيمة معامل لورينتز عندما تقترب قيمة V من سرعة الضوء ترجمة نانسي قنقر